القواعد الأربع سنور قواعد القاعدة الأولى أول قاعدة الكفار الذين أبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الكفار جي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكي مبعث فيه كان لديهم شيء من العبادات لله وشيء من العبادات لغير الله ده غيسر زيني عبادات ده الله ده باره وزيني ده الله نبغيره فكل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد وافق الكفار الذين أبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن العبادات تكون لله سبحانه وتعالى لازم خبرك عبادات صرف صرف دا الله رب العالمين دا قاري نعم لا يعبد إلا الله دا الله نبغير ودا بلتا عبادتنا كي القاعدة الثانية دوين القاعدة أن الكفار الذين بعث في يوم النبي صلى الله عليه وسلم أغي كفار شي أغيك رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعث شوه منهم من كان يقول أنا لا أريد من هؤلاء سواء كان المعبودات من دون الله لا أريد منهم إلا القربة والشفاء يقربون إلى الله يشفعوا لي عند الله فأغيك زيني خلق داسي وشا أغيبا ويلي شا مونك دا غي خلقون أسنو غالوا بصرف تذي دفارة شا مونك الله تنيش ديكي دا الله قربت بذي ما نحاسي لك وزي مونك سفارش الله توكي فكل من يقول هذا الكلام ينتج إلى الأموات ينتج إلى الصالحين ويطلب منهم القربة والشفاء فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا هو الشركة الأكبر وقد وافق الكفار الذين بعد فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كيف تذهب الأصحاب القبور؟ التج إلى الله سبحانه وتعالى الله رب العالمين ترجوهك لا يوجد بين الله سبحانه وتعالى وبين عبادي واسطة هذا قد يكون عند بعض الرؤساء عند بعض الملوك لكن عند الله سبحانه وتعالى كل من يريد أن يلتقرب إلى الله يلتجئ إلى الله مباشرة لكن دا الله رب العالمين بالنسبة أنك سوق غاري الله تزاني جديك دارك دا الله رب العالمين تدعاوك والله تيرجوهك القاعدة الثالثة دريما قاعدة بعض الناس يظن أن الشرك فقط في عبادة الأصنام أما عبادة الأحجار عبادة الملائكة عليهم السلام عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يقول هذا ليس بالشرك سبحان الله الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة أن الله سبحانه وتعالى كفر من يعبد الأحجار والأشجار والشمس والقمر والملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لم يفرق الله سبحانه وتعالى بين شرك وشرك أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى عن الشرك بجميع أنواعه الله أحرم العالمين في كل عبادة حكم كرده ودى الشرك تصوم رقسام دي طوله نمونا كرده القاعدة الرابعة والأخيرة سلو روح وأخيري قاعدة الكفار الذين بعد فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكفار يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مهشور كان لديهم شرك في السراء عند النعم يشركون وعند الشدة وعند الضراء يخلصون لأنهم يعلموا أنهم لا يخلصوا مما نزل بهم إلا الله سبحانه وتعالى وككلب السختية وتنقرى من أن الله أخبر العالمين تعجزيك أو العزكة فدي فإذا إذا إنا نحن بغير صور مما نصد من دي مسيباتنا ليش أخلصوا وأهل الشرك في زمان النصر عافية والسلامة شركهم دائم في السراء وفي الضراء أو زماني مشركين يدهجو الشرك هر وقت كده بخوش عليك هم مشركين دي أو بخبغانا أو سختيك هم شركين فنقول لهؤلاء توبوا إلى الله أشركتم بشرك لم يأتي به الكفار الذين أبعد فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا فيه التحذير لهؤلاء من الشرك فلا يمكن أن تصرف العبادة إلا لله الشفاعة حق لله لا يطلب القرب إلا من الله لا يمكن أن نحصر الشرك فقط في عبادة الأصنام يعبد الله ولا يعبد أحد مع الله نفتقر إلى الله في السر وفي الظراء أسأل الله سبحانه وتعالى أن جنبنا الشرك وأن يختم لنا بالتوحيد والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وصحبه وسلم الله أعلم وصلى الله على النبي محمد والله أعلم وصلى الله على النبي محمد أعلم وصلى الله على النبي محمد أعلم وصلى الله على النبي محمد